قلنا من أهم المناهج لقراءة السيرة هو المنهج التاريخي الآن لست بصددي أن أقول أن هذا المنهج صحيح في قراءة السيرة أم ليس صحيحا لأن هناك بحثا أساسيا ومهما في علم المناهج أقدم له دقائق التفتوا لما أقول جيدا في علم المناهج وهذا الذي أيضا من مفاتيح عملية الاستنباط عندي إن شاء الله الأعزة فاليوم إذا راجعوا هذه الأبحاث وأرادوا أن يستخرجوها أنا أعبر عنها حتى يتضح أنه هذه من مفاتيح عملية الاستنباط الأساسية نحن عندما نأتي إلى علم الأصول أو نأتي إلى علم الكلام اكتفتوا جيدا لا الفلسفة علم الكلام المسائل المطروحة في علم الكلام مختلفة من حيث المنهج لماذا؟ إثبات وجود الله لا يمكن أن نستدل بدليل نقلي إثبات وجود الله لا بد أن نثبته بماذا؟ بدليل عقلي وبتعبير فارسي برونديني ندرونديني مو من داخل النص الديني وإنما لأنه نحن بعد لم يثبت عندنا الدين حتى نثبته من خلال ماذا؟ النص الدين أما عندما تأتي إلى بحث الإمامة الإمامة شروطها موانعها أيضا ببحث عقلي أو بدليل داخلي نقلي هم من الواضح أنه دليل نقلي وما يقال من وجود دليل عقلي كلام لا أساس علمية له إذن مسألة النبوة مسألة الإثبات وجود الله والتوحيد بحث عقلي أما عندما تأتي إلى الإمامة افترضوا فيه خلاف لإثبات خصائص المعات بأي دليل نثبته؟ نثبته بدليل مع أن كلها مسائل مرتبطة بعلم الكلام إذن علم الكلام مسائله تبحث من خلال منهج واحد أو مناهج متعددة في كل مسألة نحتاج إلى منهج خاص بتلك المسألة ولهذا تأتي نظرية ماذا؟ تعدد المناهج في علم الأصول بعد هذا أوضح لأنه في علم الأصول توجد عندك مسائل مرتبطة بعلم اللغة توجد عندك مسائل مرتبطة بالنحر توجد عندك مسائل مرتبطة بالفلسفة توجد عندك مسائل مرتبطة بعلم الكلام توجد عندك مسائل مرتبطة بالأدلة النقلية إذن المنهج المتبع في تحقيق المسائل في علم الأصول منهج واحد أو خمسة مناهج عشرة مناهج لماذا؟ لأن كل مسألة من تلك المسائل تحتاج إلى منهج خاص بها ولذا الأصول إذا لم يكن واقفا على علم المناهج بيني وبين الله يتخبط خبط أعمى في ليلة ظلماء ملا لماذا؟ لأنه لا يميز هذه المسألة تحل فلسفيا وهذه المسألة تحل عرفيا ولهذا ولهذا لا يقع في الخبط الذي وقع فيه المحقق الإصفهاني اللي يريد كل مسائل الأصول والفقه يحلها بمنهج فلسفيا عقلاني معنى ليست كذلك لأنه مسائل الفيق مسائل الأصول ليست فلسفية أو يريد كل المسائل يبحثها ببحث عرفيا كما فعل المرز النائم لهذا صحيح على إطلاقه لهذاك صحيح على إطلاقه لماذا؟ ولهذا أنت الآن وتتكلم في المسائل الأصولية بمنهج فلسفيا يقول لا لابد أن يكون المنهج عرفيا والعرف ببابك هذا من واقعا من عدم فهم هؤلاء لعلم المناهج لأن مسائل علم الأصول ليست جميعا حرفيا والعرف ببابك وإلا بعضها ماذا؟ بعضها فلسفية بامتياز يعني مسألة الحسن والقبح العقلي هذه تبحث والعرف ببابك؟ ما هو علاقته؟ مسألة قبح العقاب بلا بيان والعرف ببابك؟ ما هو علاقته؟ هذه مسائل إما فلسفية إما كلامية أما البراءة الشرعية تبحث ماذا؟ وقد أقيم عليها سبعة أدلة فلسفية شنو علاقته؟ هذه براءة شرعية أنت تقول براءة شرعية إذن لابد دليلها من أين يكون؟ يكون من الشرع من الدين ما أدري واضح إلى هنا إذن العلوم من حيث المسائل قد يكون المنهج فيها أحاديا كالبحث الفلسفي فإن الفلسفة المنهج المتبع فيها ما هو؟ البحث البرهاني خلص انتظر فإذا وجدت التفت فإذا وجدت في البحث الفلسفي يستدل برؤية أو ببيت شعر أو بآية اعلم أنه يخبط خبط عشواء ولهذا أنت لا تجد في البداية والنهاية من أوله إلى آخره استدلالا بآية أو رواية لماذا؟ لأنه يعرف أنه يكتب ماذا؟ يكتب فلسفة والفلسفة لا معنى لأن يبحث فيها ماذا؟ وقد انكشف لي هذا الكشف ما المكان آخر وقد رأى في الرؤية أنه كذا وكذا الرؤية في مكان آخر وقد دل الدليل النقلي على ذلك هذا مهي مكان؟ أما تعال أنت إلى الأسفار تجد من أول إلى آخره هذا خبط في خبط في خبط هذا البعض توجيها لملصدراء يقول لا هذا جاء به مؤيدا هذا لا كلام مصعب لأن في جملة من الأحيان يستدلوا بآية أو رواية أو إلى آخره أو بكشف عارف إلى آخره هذا خبط أو تداخل في المناهج في البحث الرياضي أنت عندك دا تبحث رياضيات ماذا تبحث مولانيش كيف تبحث؟ ما هو المنهج؟ لا بد المنهج يكون منهج ماذا؟ منهج رياضيات لا يمكنك أن تأتي بآية أو رواية بعد إذن العلوم على قسمين قسم من العلوم مسائلها لا تحل إلا بمنهج واحد وهذا الذي يكون له موضوع واحد حقيقي وله عوارض ذاتي كما بحثنا فيها ما يبحث عن عوارضه وقسم لا ليس له موضوع واحد حقيقي كعلم الكلام كعلم الأصول كعلم الفيق وهكذا وهذا عشرات المسأل ما أدري الواضح صار؟ هذا قرأتموه أسأل إذا ما أدري إمام التفتين الآن التفتوا ولكن الجديد هذا التفتوا لجيدا وهو أن المسألة الواحدة لا مسائل متعددة بمناهج متعددة لا 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 المسألة ماذا؟ مسألة واحدة ولكن هذه المسألة الواحدة تقرأ من خلال مناهج ماذا؟ متعددة المسألة ما هي؟ واحدة ممنأ مسائل متعددة حتى هذا موضوع هاي المسألة شيء وموضوع لا 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 مسألة واحدة التوحيد قد يقرأ التوحيد قراءة عرفانية فيخرج وحدة الوجود وقد تقرأ قراءة فلسفية فيخرج ما ادري وحدة تشكيكية او وحدة باين وقد تقرأ قراءة ما ادري روائية فتخرج اذا تقرأ المسألة بمناهج متعددة ليس مسائل متعددة لها مناهج ماذا متعددة ما ادري واضح صار وهذه هي المشكلة الان التي تواجهنا التفتو جيدا ما هي هذا اريد اطبق على ماذا على السيرة النبوية ها باي منهج نقرأ السيرة النبوية انا احتاج اتاها المقدمة المختصرة حتى اقول اذا باي منهج نقرأ بمنهج واحدين اللي هو المتعارف الان يقرأ بمنهج تاريخي هذا صحيح او ليس بالصحيح سأبين ذلك التفتولي اعزائي هسأل الان المسألة الواحدة يمكن ان تقرأ بمناهج متعددة منهج عرفاني منهج فلسفي منهج كلامي ولكن هي مسألة واحدة ولكن اذا قرأتها بمنهج فلسفي بعد لا يمكن ان تطعمه بمنهج كلامي لانه هذه المناهج مختلفة هوية بعضها عن البعض الاخر ومن هنا يقع المحقق المحقق بالحمل الشائع لا بالحمل الاولي المحقق يقع في حيرة اي مسلك واي منهج يعتمد لتحقيق هاي الحيرة تحصل يعني انت الان تقول شيء الان اريد ان اعرف النبي او اعرف الانبياء او اعرف التوحيد اي منهج هو الصحيح هنا العرفاني يقول باي استدلاليان شو بين بود يعني انت ما تفهم بس منه احنا الفيلسوفم يقول للعارف انت بانه هلقا ما جعت وكذا صرت مريض مولانا ولهذا يحصل لك تخبطات ولا تخيلات ولا تتذكر هذا الذي يصطلح عليها بحصر المنهج يعني المنهج بشرق اله يعني كل صاحب منهج يرى ان منهجه هو وليس غيره يوصل الى فهمي موضوع المسألة فيقول هذا وليس يعني حاصر قرائي في المنهج وهو انه هذا وليس غيره ومن اخطر ما ابتليت به العلوم شنوه حصر المنهج وان المسألة لا تحل الا بالمنهج الذي يقول اقوله انا ولكن انت تقول من اجنق اخر شنوه انت باطل انت لا تصل الى الحقيقة من اهم اخطاري هذا طبعا ما يكون في علمكم هذا لماذا حصل في الفكر الحديث هذا لان هذا علم المناهج من العلوم الحديث مولان لا من العلوم القديمة لا تجد نعم في الرؤوس الثمانية في المنطقة قد يشار اليه ولكنه كعلم مستقل اسمه علم المناهج هذا حديث هذا من مبلودات العصر الحديث التفتولي جيدا الجواب انا الان مارد ادخل في التفاصيل ولكن اعزالي اي مسألة من المسائل ان تتضع يدك عليها اي مسألة من المسائل ليست هي ذات بعد واحد حتى تحتاج الى منهج واحد وانما هي ذات اوجه متعدد فلكي تفهمها جيدا لابد ان تستعمل منهج واحد او عدة مناهج ها يعني الانسان الانسان فيه بعد مادي وفيه بعد غير مادي اذا لكي تفهم الانسان لا معنى لان تحصر احصرت فهمه بمنهج واحد اذا صارت فيه ثلاثة ابعاد فتحتاج الى ماذا ثلاثة مناهج اذا صارت فيه اربعة ابعاد واوجه تحتاج الى ماذا اذا اربعة مناهج اذا صار فيه ستة سبعة ابعاد يعني فيه بعد اقتصادي فيه بعد ثقافي فيه بعد فكري فيه بعد طبي فيه بعد نفسي وهذه كلها علوم بعد عندك علم الاقتصاد علم النفس علم الطيب هذه كل واحد لها منهجها اذا لكي انا افهم هذه الظاهرة لا يمكن ان اكتفي بمنهج واحد وانما احتاج الى التعدد منهجه لفهم الظاهرة ما ادري الواضح اصار قال لان اسا هاي المقدمة المختصرة اللي واقعا تحتاج الى يمكن الا اقل عشر الدروس حتى اوضح هذا الاختصار اللي بينته لله اعزة هذه المناهج فيما بينها بعض الاحيان تتعارض ما ادري الواضح استطيع ان وصل ليست المناهج كلها منسجم بعضها مع البعض الاخر لا لعل المنهج التجريبي ينتج نتيجة والمنهج العقلاني ينتج او المنهج النقلي يعطي ماذا نتيجة اخرى كما قرأنا في مسألة اضلاع الرجل اهدعش لوف معاش مولان المنهج النقلي يقول ايش جاك ها اهدعش مولان المنهج الطب بيجي يقول ايوهما يقتل يلا صم للرؤية وافطر للرؤية ويجون خمسين شاهد يقول رأينا الفلك يقول بابا والله لا يراه يقول بابا الفلك يشتبه هذول الشايفين شو تسوي يلا اتفضل افتونا معجوري فانتو شو تسوي تقدم القراءة العلمية الفلكية اللي دا تحدد لك الى خمسمائة سنة قادمة الساعة بيج تخرج الشم انا لا والله استغرب عند البعض يقول بانا اقول للفلك يجي يقول يقول خلو يشتبهون انا ما ادري باول صلاة الصبح ليش ما يشتبهون خلو انت صلاة الصبح تصليها على من على من وانا من منكم مميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هو كله كتبوا لك ساعة بالساعة كذا وهذا المؤذن المولان يباوع التقويم يروح شنو يأذن يقول الله اكبر انت هماتي انا بعد تصوم لو ما تصوم مولانا اما والله غريب احناك الفلك شنو صحيح اهنان الفلك شنو باطن ما ادري واضح ولا وهكذا مئات المسائل فانت لابدت فلهذا اذا تعارضت المناهج ماذا تفعل اذا اعزائي قانون كل الان نريد ان نقرأ السيرة النبوية هذا الشخص نريد ان نقرأ سيرته افعاله اقواله حركاته سكناته تقريراته هذا الشخص لو كان فيه بعد بشري فقال كنا نقرأه ماذا بقراءة بشري وهذا الذي قرأه الجملة واذا كان فيه فقط بعد وحياني غيبي مقدس كذا فلا نقرأه الا مقدسة كما فعل الطرف الاخر قرأوه كل شيء فيه ما هو مقدس اما اذا عجن المقدس مع غير المقدس عجن البشري مع غير البشري واذا هذا بعرف هذه الظاهرة تقرأ بمنهج واحد وبعدة مناهج ما ادل واضح صاري او لا الان عندما اقول بان المنهج التاريخي عندي اشكال على هذه الطريقة ولكنه هذا هو المتعارف الان الموجود هو وهو انه لا بد الان انت لو ترجع الى كل من كتبه في سيرة النبي والامة من علماء ومحققين لهم من رواة وحاكويين يحكون الاخرين هاي الموسوعات الثلاثين اربعين مجلد في السيرة هذي خهم ليسوا من المحققين هؤلاء في التاريخ المحققين في التاريخ ساذكر لكم اسماء يعني يعني يعرفون انه اي مصدر يمكن الاعتماد عليه اي مصدر لا يمكن الاعتماد وان هذا المصدر ما هي خصوصياته هل ينسجم مع العصر الذي كتب فيه لا وهكذا عشرات الخصائص حتى يكون محققا ماذا كمان تالى الان اللي ينقل الفتاوى على المنبار هذا ش تسمي مولان تسمي فقيه ها ماذا تسمي تقول روزخون مولان ها مسألكو تقول صحيح له لا ولكن عندما تصل الى اللي اربعين سنة في الحوزة العلمية تصل الى السيدة الخوي ماذا تقول تقول محقق في الفقه كل من يكتب لمو سوعة خمسين مجلد خم يصير محقق في التاريخ المحقق في التاريخ ايضا ماذا كالفقيه يحتاج الى خصائص الان اشير الى بعضهم لا تستعجب عموما قرأوا السيرة النبوية قراءة ها تاريخية